احنا كنا قلنا ان 2022 هو عام المجتمع المدني بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة وانا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات يمكن تكون محتاجة مننا ان احنا نبزل جهده اكتر من 2022 لان زي ما انتوا شايفين الازمة اللي احنا بنتكلم عليها ازمة كبيرة قوي قوي وليها تدعيات على العالم كله وانا اتكلمت في الموضوع ده لكن مش حقا يعني هتكلم فيه تاني ان الازمة دي ازمة كبيرة وليها تأثير كبير وبالتالي اذا كانت منظرات المجتمع المدني محتاجة تشتغل او الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22 انا متصور انه محتاجي يتضاعف هذا الجهد خلال 23 انت قلت فيه 14 مليار هتقدموهم مش كده دكتور مصطفى هتقدموهم والان انا بدعو للجميع للمساهمة اكتر واحنا من جانبنا كحكومة اول حتى من سندوق زي سندوق تاحية مصر وبيت السندي نكمل الرقم ده اكتر من كده مش عايز اقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا وعشان كمان الحكومة تبزي الجهد معنا في ان احنا نخلي الحركة والتواجدكم التنفيذي اللي انا بهنيكم عليه